اهلا بكم الصحة تتاجن على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى اهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من تواصل في هذه الحلقة ان شاء الله سنستعرض الاشياء الكثيرة لدينا نشرة اخبار كورونا في اول الحلقة ثم نتعرض لبعض الموضوعات التي تمس كورونا ثم نتعرض لبعض الموضوعات المهمة لمرضى السكر كيف يحافظ مرضى السكر على مستوى السكر ما اهمية السكر لمرضى السكر في ظل كورونا ثم نتكلم عن القولون العصبي مشكلة العصر وكيف ان كل سبعة افراد بينهم اثنين او ثلاثة مصابون بالقولون العصبي لعل كل ثلاثة يشاهدون البرنامج الام بينهم ربما واحد او اكثر مصابون بالقولون العصبي هتكلم النهاردة عن القولون العصبي وهنتكلم عن السكر هنتكلم عن فيروس بي اللي بقالنا كتير جدا ما تكلمناش عنه هنتكلم عن لماذا قاربة فيروسي على الانتهاء والاختفاء من مصر دور على علم الدواء الفيروسي بالعافية هتلاقي لأنه فعلا الشركات قللت جدا من إنتاج دواء فيروسي لأنه قاربة أو أشرف على الانتهاء أهلا بيكم مرة تانية في تواصل هو جسر نحاول أن نتحدث معكم فيه ونحاول أن تكون يد مبدودة لكل تعبان وغلبان حضر وراءه ألم لما تبدأ الحلقة مع الدكتور حسين الشورى الدكتور حسين الشورى في حلقات تواصل كل يوم اتنين سوى عشر بالليل بتوقيت القاهرة هيكون معاكم أي حد تعبان هنمليه رشتة هنمليه علاج هنتصل ببعض الأسات زي لو الحالة تقتضي هندي بعض الحالات المجانية للناس هنحاول نقول لكل واحد بيتصل وعنده مشكلة ادخل أقرب سيدالية ونكلم السيدالي هي باقة من باقات الخير وطاقة من طاقات الخير تقدمها قناة الصحة والجمال لكل محبيها ومشاهديها عبر من المحيط إلى الخليج عبر هذه القناة الطيبة عزيزي المشاهدين مع نشرة أخبار كورونا نشرة الأخبار المهاردة الحقيقة فيها أكثر من عنوان رئيسي بدء عمليات موسعة للقاح ضد فيروس كورونا الاندبندنت صحيفة الاندبندنت البريطانية طرحت موضوعين مهمين على صفحاتها الحقيقة الأولى الموضوع الأول هل يكون عام 2021 هو عام اللقاح هل هذا الفيروس الذي استبد واستجد هو مستجد ولكنه أيضا مستبد كيف أن هذا الفيروس غير وجه الحياة فلا أطفال يذهبون إلى المدارس ولا شباب يذهبون إلى الجامعات أيضا ألقى بظلاله الكئيبة على العمل فأصبحت المحال ومعظم الشركات إما مغلقة مؤقتا أو تعمل بنصف العمالة أو سلسها كان التباعد الاجتماعي هو الحل الأول والأهم في هذه الجائحة كيف أن هذه الجائحة تسببت في غلق المطارات وتوقف الرحلات الجوية بل وأضرت بالاقتصاد العالمي وأدخلته في أزمة وكوارث ربما تستمر تداعياتها إلى أجل غير محدود لم نستطع بعد أن نحدد هذه الآثار الناجمة عن هذا الفيروس إلى متى ستستمر حسب البي بي سي فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في الوطن العربي ومسجلين هو خمسة مليون حالة خمسة ملايين حالة من المصابين وتقول البي بي سي أيضا أن هذا العدد ربما كان أكثر بكثير لأن تلك هي الحالات المسجلة فقط للإصابة بفيروس كورونا والتأرجح تأرجحت الدول بين استخدام العقار الصيني سينوفارما أم العقار الأمريكي الألماني بايونتيك الذي طرحته فيزر في الأسواق بعض الدول العربية اختارت أمريكا واختارت فيزر وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان وعمان في الأردن وعمان سلطنة عمان ولبنان وتونس هذه الدول اختارت بايونتيك فيزر العقار الأمريكي الألماني بينما اختارت بعض الدول العربية ومنها مصر العقار الصيني ربما لأن مصر اشتركت في التجارب السريرية على هذا اللقاح هذا اللقاح مع مصر كان فيه الإمارات والمغرب ومصر ده كان يمكن أهم ما يتعلق بكورونا لكن في البداية عايزة أقول حاجة صغيرة أستاذنا الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية كان طرح معلومة وهي معلومة حقيقية ولكن مردود عليها هذه المعلومة بتقول أنه في ست مسنة اكتشفوها في بريطانيا هذه السيدة كانت مريضة بالسرطان والمناعة منخفضة جدا عندها وبالتالي كل ظروف إصابتها بكورونا تقول أنها ممكن تجني عليها كورونا ولكن فوج الأطباء بأنها أصيبت من ستين يوم بكورونا ولم يحدث لها شيء فهل الناس اللي منعتهم منخفضة مش هيتعرضوا لكورونا على عكس كل ما يقيل طبعا لا فكرة كلها أنه لازم إحنا ناخد المعلومة المهمة دي الفيروس وحضرتك مش عايزة أقوله حضرتك ربنا يحفظكم جميعا وصموان أي شخص آخر حيتعرض لهذا الفيروس في بداية الإصابة فيه علاقة بين كمية الفيروس اللي دخلت جسمه أو لمسة جسمه أو تنفسها أو وصلت له وبين الإصابة هي حرب بين منعتك ربنا يحميك ويحفظك وبين ما يسمى بالفيرولانس الفيرولانس اللي هي شراسة الفيروس شراسة الفيروس من كمية الفيروس يبقى كمية التعرض طول فترة التعرض لو حضرك قعدت في قضاء مقفولة مع واحد عمد كورونا وعاديم تبوسوا في بعض وعاديم تتكلموا مع بعض وواواواوا ده له علاقة قوية بالنتائج بالمقدمات أو من المقدمات تعرف النتائج ففي موضوع كورونا في موضوع كورونا بيبان كمية الفيروس اللي اتعرض لها الواحد ولذلك ننصح الناس دايما لو هتفتح الباب باب معين بيشترك آخرون في فتحه افتحه بالكوع أو افتحه بصباعك الكبير لأنه كمية الفيروس اللي هيتعرض لها الصباع صباع واحد غير الإيد كلها صباع واحد غير الإيد كلها حافظكم الله جميعا علشان كده بنقول دايما حاول كمية ولذلك ليه كانوا الأطباء يموتوا في أول الأزمة لأنهم كل شوية يجي لهم حد يديهم حتة صغيرة حتة صغيرة حتة صغيرة من الفيروس هذا ما يسمى بالفيرل لود لود يعني حمل الفيروس كمية الفيروس اللي دخلك فلو حد تعرض لكمية فيروس كبيرة هيحصل مشاكل كبيرة طب لو تعرض لكمية قليلة مش هتحصل مشاكل ايه كثيرة ولكن هتحصل مشاكل قليلة طيب أحد الحاجات الطريفة اللي اتعاملت ولها مدلول الحقيقة أنه الكمامة تستطيع أن تقيك وتعادل التطعيم كلام غريب بيقول الدكتور حسين الشورى النهاردة دكتور حسين الشورى بيقول لنا الكمامة ممكن تعمل عمل التطعيم هو مش مقصود تعمل عمل التطعيم بالشكل المطلق ولكن حضرتك لو الكمامة تعرضت إنها نفزت أو أنفزت جزء من الفيروس صغير جسمك حيتفعل مع الجزء الصغير ده ويكون أكساب مضادة بمعنى آخر الكبامة قد تتسبب في دخول جزء صغير من الفيروس فالجزء ده يعمل مناعة دون أن يؤذيك ولذلك العقار الصيني هو ايه كيلد بينما العقار الأمريكي صلى على النبي يا دكتور حسين الشورى حتخوتنا بالانجليزي قول عربي ده النبي عربي صلوا معايا على النبي اللهم أصلى عليه الحقيقة النبي عربي وحقول بالعربي اللي قلته دلوقت لما الناس تيجي تعمل تطعيم معين أو مصل معين قدامهم حاجة من اتنين يا إما يجيبوا الفيروس ده ويقتلوه فانت حضرتك لما تطعم تطعم بمادة مقتولة أصلا وده موجود في المصل الصيني عشان كده الناس كتيرة بتطمئن إلى العقار الايه أو إلى التطعيم الايه الصيني لأنه أصلا مقتول ميت جوه الايه المصل ده بينما أمريكا اللي هو العقار البايونتيك الأمريكي الألماني فايزر بايونتيك ده الحقيقة آه ليفنج أتنيويت يعني ايه ليفنج أتنيويت ده دكتور حسين دكتور حسين الشورى بيقلو بيقول لكم ليفنج أتنيويت ده يعني تم تضعيفه تم إضعافه خدت الفيروس وضعفته ضعفته ضعفته ودته لحضرتك على هيئة مصل فبالتالي انت خدت شوية من الفيروس بس شوية صغيرة فجسمك طبعا بمناحتك المحترمة تغلب عليه علشان كده قلنا هذا التطعيم غير آمن على الحوامل غير آمن على الشباب الصغير لم يجرب أصلا على سن أقل من 18 سنة بيتاخد على هيئة حقنة في العضل بينهم 21 يوم يعني جرعة أولى وجرعة تانية وقلنا لكم الحلقة اللي فاتت انه سعر في أوروبا وصل ل 15 ونص يورو وبالتالي الجرعتين ب 31 يورو لي صديق في الدنمارك طبيب دفعتي اسمه دكتور محمد شلبي ربنا يمسيه بالخير ويحفظه بيقول لي لسه مبارح يا دوب مبارح عرف يحصل على التطعيم لأنهم بدأوا في الدنمارك يطعاموا الأطباء التقم الطبي هناك وهم الأولى طبعا ولكن يبدو حتى حتى في الدنمارك كان الموضوع برضو إيه عليه تزاحم وعليه يعني في صعوبة في الحصول على التطعيم حتى للأطباء هناك طيب تعالوا طبعا احنا في استقبال اتصالاتكم الهاتفية الآن على الأرقام الواضحة على الشاشة معي لسيد عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يا دكتور حسين الحمد لله يا سيد عبد الرحمن بتتكلم منين؟ من سوهاج الباليانة سوهاج الباليانة أمرني يا سيد عبد الرحمن أهلا بيك حضرتك الله يخليك يا دكتور الله يخليك الحاجة عنديها سبعين سنة دكتور لابدين يدعها تقول تل عمر ويحليها لك الله يخليك عنديها سكر وضغط السكر بيه عشرين سنة فبيتاخد عن سورين يعطور بتاخد خمسة واربين خمسة واربين واحدة أو بالليل بالليل مش بتاخد تمام اللي عريق بيطلع إيه السكر بقى؟ لا بعد الأكل بساعتين ساعت بيطلع مية وسبين مية وثمانين طيب وعريق لا بيش بحلل فاين غلطة عمرك حقولك لي دلوقتي لازم نحلل عن ريق بس هقولك لي كمّل اتفضل أخبار عنيها إيه الأول طب مني؟ يا دكتور عنيها في حالين يعتبر في رجيها تنميل وخدلان والهتة التانية في حرجان بشعات شعات سخونة وشعات بروضة في الرجيين في الأطراف إيدين ورجلين أو رجلين أكتر أيها طب العينين عينينها كويسة؟ العينين العينين يعتبر عاملة أعتبر تجالي يا دكتور عليها كمام لكن مفيش ميا بيضة مفيش ضحف في النظر مفيش تغلال كم في ميا بيضة وعملتها يا دكتور طبعا طيب الشبكية كويسة؟ آه الشبكية كويسة يا دكتور الضغط بتاخد له إيه؟ بتاخد كونكون عاشرة بلس عريق آه وبتاخد أمصار فرط في الليل تمام مزبوط عليهم الضغط؟ آه مزبوط بطلع مئة عشرين تمانين أخبار الكلة إيه؟ تمام وظيف الكلة تمام تمام طيب إيه فيه سؤال معين عشان لسه حرغ في الحالة دي فيه كلام كتير يتقال هي مليانة ولا رفياعة؟ ربنا يدها صحة يعني تقريبا يا دكتور كان الأول رفياعة بس على من سنين زادت يا دكتور تمام ربنا يدها صحة يا رب طيب فيه سؤال معين عايز تسأله غير موضوع التنميل اللي في الرجلين؟ واضحنا ده كان سؤال ليك نحن عاودين فوتامين قوي كده يا دكتور للعصاب كده عشان ليه يسعى بالليل الأطراف تسخن وتبرد تسخن وتبرد هقولك ليه كل ده حاضر ألف سلامة شكرين يا دكتور من شكرين ربنا بارك فيك يا دكتور حبيبي أنا الحقيقة كان عندي عيادة في سهاج وسبتها من كم سنة كده بعد ما يعني الواحد تعب مستفر بس أهل سهاج كلهم بيجون في لقصر المركز بتاعنا في لقصر في شارع التلفزيون عايز أقول لك نص اللي بيتابعه في لقصر جاين من سهاج من كتر ما الحمد لله الواحد ارتبط بمرضى في سهاج تفضل تفضل الجمعة الجاية أنا في سهاج إن شاء الله بإذن الله في لقصر إن شاء الله والسبت في كومومبو إن شاء الله السبت الجايل أقول مرة إحنا في كومومبو والجمعة في سهاج بإذن الله وفي لقصر بإذن الله تعالى الواحد اللي سانه أخد على سهاج عشان كان بيروح كتير إنما دلوقتي إحنا في الأقصر وكمومبو إن شاء الله بإذن الله السابت الجاي في كومومبو والجمعة بإذن الله تعالى في الأقصر مع أهل الأقصر إن شاء الله طيب هنتكلم في الحالة دي بسرعة علشان ما نطولش طبعا إحنا إحنا إحد يسألني طبعا أنا ليه قلت عنيها يعني إيه اللي عرفني أنا أول مرة أكلم سيد عبد الرحمن ده ومعرفوش ومعرفش الحالة حقيقة عنيها لأنه مريض السكر حتى لو سكره مزبوط في خلال من عشر إلى خمستاشر سنة وهي عشرين أهيه من عشر إلى خمستاشر حيبدأ العين تتأثر بتاعت مريض السكر وقلنا الحلقة اللي فاتت إنه من أهم بأسباب العامة ربنا يحفظ كل مرضى السكر يا رب إن شاء الله هو السكر السكر السبب الأول للعامة في مصر قد يكون بعملية تبادل هو بحاجة اسمها التراكوما التراكوما اللي هو جفن العين بيبقى فيه وساخة بس تتساب 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 وتلتاب وتعمل مشاكل في العين لدرجة إنه التراكوما في كتب الرمض بيسموه مرض المصريين ودول العالم كلها يمكن ما عندهاش الحتة دي إنما إحنا عندنا اللي هو حضرك تحس في النوم كده بتقلف الجفن بزيات في أيام الربيع والبرد تقلف العين ولو قلبت الجفن بتاع المريض المصري تلاقي أغلب المصريين عندهم شوية الإلتهابات الجامدة دي فيه الجفن بتاع العين لما تقلب الجفن بتاع العين يبقى نرجع تاني طيب معايا اتصال ألو أوعد الأستاذ عبد الرحمن إنه حكمل سؤاله قبل الحلقة إن شاء الله ما هيقلقش ألو السلام عليكم وعليكم السلام سيس خيالي تفضل أزيك يا دكتور حسين الحمد لله بتتكلم منين من كفر الشيخ يا دكتور من عند الفنج لملوم أه الحج لملوم طبعا الحج لملوم يعني من أنظف وأغلى الناس حج لملوم العرنج من كفر الشيخ صديق البرنامج وصديقه أنا شخصيا من المحبين له يعني ربنا يخفزه يا رب حبيبي يا دكتور حسين وكان صديق الفنان هادي الجيار يعني كانوا أصحاب بدرجة كبيرة رحمة الله عليه رحمة الله عليه تفضل يا سيس خيال البيت مرني الولد عندي عندها نسيان رهيب لا سنها كم سنة يا صاحبي السنها حوالي عن خمسة وسبعين سنة تمامين سنة ديني دي أصلا بتقعد تتكلم عن الساوة وتستاهل كده بالليل وتقعد يعني وتصهر بالليل طول الليل صهرانة يعني تكلم نفسها يعني آه كأن تتساهل مع حد وكأن في موهز كده حد كان بيقعد معاها أصلا خد بالك أمهاتنا برضو الأعدى الوحدها دي بتعمل شوية مشاكل طبعا يهمنا كأطباء لأن احنا مش هنقول يعني أنا ما أقولك بس الأعدى مع وحدها الأعدى وحدها يعني تعمل القصة دي أنا يعني حد نفساني وخلاص لا إحنا لازم الأول طبعا نهتم إنه نتعمل أشعة المخ يا صاحبي علشان ساعات بيبقى فيه تغيرات حصلت في المخ من الأشعة المقطعية على المخ لو فيه صرع أو يعني أي حاجة تانية بيتعمل رسم مخ يبقى برضو بنعلم الناس يعني على البرنامج دلوقتي لو حد عنده صرع أو إيدي بتتحرك بصورة كده نعمل رسم مخ إنما لو فيه الحاجات اللي حضرك بتقولها وطبعا يدخل معاها حاجات تانية اللي ضغطه علي وما تعالجش إيه اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي اللي عنده ضحف الأطراف اللي مش عارف يتني إيه ديه كويس اللي مش عارف يحرك رجليه قوي اللي عنده ضحف في العضلات أي عضلات بالذات الأطراف يعني ده يعمل رسم مخ علشان كده ساعات تبقى فيه تغيرات في المخ اسمها هذه التغيرات مع السن قد تكون مبالغ فيها شوية طبعا أنصحك بس تجيب لها أوميجا سري الأول هو مش العلاج الأساسي ولا حاجة بس بيساعد أوميجا ثلاثة أوميجا ثلاثة ده مهم ما أوي كبير السن ياخدوه بيقوي الزاكرة وحتى الشباب ياخدوه أوميجا ثلاثة اللي هو زيت بزرة الكتان اللي تقدر تيجبه من العطار اللي اسمه زيت الحار لو حضرك حبيت تاخده بقى على هيئة زيت يعني لكن طبعا لو خدنا أوميجا سري فهو من الحاجات الكويسة لدرجة أنه هو بيعمل السيولة يعني دلوقتي بقى في أوروبا وبريطانيا ممكن يتاخد بديل الأسبرين بديل الأسبرين عشان المشاكل في الأسبرين أنه يعمل السيولة فبتعملها الأوميجا سري طبعا يعني برضو في النهاية بنصحك أن حد من قريبها يقعد معاها ما تتسبش كتير ثم نعرضها على حد بتاعها صبية ونفسية علشان واضح يعني أنه النفسية شوية كده فيها حاجة يعني يعني هيبقى في حاجة نفسية بزيت أنها بتكلم نفسها وده بقولك ربما يكون نتيجة أنه محاجة أحد معاها كتير أو الناس بقت منشغلة دلوقتي مع كبار السن صحيح في الرعاية أكيد حضرتك ابن بار يعني وفي الاهتمام بيها لكن صدقني الكبار بيبقوا نفسهم يحكوا مع حد كبير زيهم ويفكرهم بالذكريات القديمة وبيبقوا بيحنوا إلى ما يسمى النسطالجيا اللي هو الحنين إلى الماضي فلا أنصحك معانا أكتر من حد يعني يعني معانا في المخ والعصاب والعصابية الدكتور عبد النصر مراد كان ضفنا في اتصال هاتفي من حلقتين تلاتة معانا الدكتور جمال فرويز من أكبر أساس الطب النفس كان معانا برضو في اتصال هاتفي أعتقد الحلقة قبل اللي فاتت أو اللي فاتت فنقبر إحنا نوصلك كبرنامج إن شاء الله بيهم ونحددلك معانا حتى معاهم يعني لأنه زي ما فقولك تواصل إحنا بنقول كم معلومة في غير تخصصنا وبنحولك لحد يتابع حالة الوالد ربنا يخليها أما ما يتعلق بالجهز الهضمي والكبد والسكر وقرحة المعدة وكل مشاكل المعدة والقولون كلها بفضل الله مع العبد الفقير حسين الشورى وأنا على استعداد إن شاء الله أن أتواصل مع الناس كلها ودايما المركب اللي فيها لله والله ما بتغرأش ولما بنشوف حالة والتنين مجانا ربنا بيكرمنا في بقية الحالات في العيادة فدايما لو 3-4 حالات في العيادة مجانا ربنا بيكرمنا بأكتر منهم والواحد عارف إنه عشان أقدم حاجة لله يعني ناس غلابة أشافهم مجانا كده ربنا بيكرمنا أكبر كرم بفضل الله تعالى طيب أرجح كان بسرعة للحاج عبد الرحمن اللي كلمني من سهاج اللي عايز أقوله بس بلا تسمي التهاب في العصاب الترفية نتيجة الأول بيبدأ بتنميل بعد شوية التنميل ده يعني يبقى شكله يا إما سأعان الرجل سأعانة أو فيه شكشكة زي الإبر أو فيه كهربا أو فيه تنميل أيا كان بعد شوية الحقيقة بيفقد الإحساس خالص في الإيد والرجل الشوية ده قد تطول وقد تقصر لدرجة حكينا قبل كده وقلنا ممكن الشبشب لمغزة يتخلع من الرجل لهذا الأب أو الجب وما يحسش خالص والدكتور يمسك الخوف في الرجل كده ويعمل لها كده مفيش وحكينا إنه التهاب العصاب الترفية بيبقى ظهر أكتر في الإيدين وفي الرجلين زيهم تحت اللي أمريكان يسموهم جلافز أن ستوكس جلافز أن ستوكس اللي هو الجوانتي يعني مكان ما الجوانتي ماسك هو ده السكر ومكان ما الشراب ماسك ألو أستاذ دونيا عبدالله ألو السلام عليكم وعليكم السلام إيوك يا دكتور الحمد لله بتكلمين مين يا أستاذ دونيا بكفر الشيخ أهلا وسهلا تفضلي أهلا بكي دكتور لو سمحت أنا عندي بس مشكلة كده مستمرة دايما على رأسي القولوم العصبي دايما استعزني يعني ورفت لكم دكتور أكتر من 7-8 دكتور ومفيش أي تغيير حاضر بأخذ العلاج وكل حاجة بس تفضل علاج إيه؟ علاج اسمه إيه؟ والله مش مذكرة يا دكتور بس هي حبوب كتيرة بس هي شكل بعضها يعني بس المراج دايما بتبقى هي المعدة تعبانة طيب؟ المعدة كويسة ولا تعبانة؟ لا المعدة تعبانة طيب فيه إمساك أو إسهال ولا ما فيش؟ لا فيه إمساك دايما عطيه تمام ألف سلامة هجاوبك حاضر ألف سلامة أختي دينا من كفر الشيخ طبعا الناس كفر الشيخ واضح أن القناة بتشاف حلوة أوه في كفر الشيخ بالذات الناس بتعدسوه يعني الغالين علينا وستاذ لملوم العرنج من الرياض الوزرية برضو حد غالة علينا جدا فيعني واضح أنه كفر الشيخ بتشاف في قناة كويس أولي إن أنا بلاحظ أغلب الاتصالات في كفر الشيخ طيب حنكمل بس له سيد عبد الرحمن من سهاج ونقول له زبط لها السكر طبعا ليه أنا قلت له خلطة عمرك؟ لأنه الحقيقة إذا أنا بدي ما يسمى بالمكستارد اللي هو الخليط اللي اسمه 3070 أو 7030 70 نوع من الإنسولين تركيزه 70 ونوع الثاني 30 واحد فيهم بيبدأ بسرعة وينتهي بسرعة واحد الثاني يبتدي ببطء وينتهي ببطء فمفعوله أطول فالعلماء قالوا لك إيه طب ما إحنا نجيب اللي بيبدأ بسرعة وينتهي بسرعة وديه الأول وبعدين أدخل الثاني معاه معاه أمب علاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزيك يا دكتور الحمد لله يا أم حلاء بتكلم من مين؟ أنا من سهاج من سهاج أهلا وسهلا تفضل يا أمو علاء أناية أهلا وسهلا بك يا دكتور أنا أتفرج على حلاقاتك والتراحة وأنا بلت نفسي أرتفع بيك معي القولون تعيدني يا دكتور على طول أي حاجة أقولها تتعيدني خالص حاضر بتاخد أي أدوية له يا ماما؟ أنا أخذت كثير أنواع أدوية يعني طيب بص القولون بيبقى يا أم ألم حبارة عن موغز كده حوالين السرة يعمال يلف فيها وساعات الألم يبقى عمودين عمودين نازل كده أكمل بس بعد إسمك أكمل بس وساعات يبقى غزات وانتفاخات في البطن ساعات يبقى إسهال لوحده أو إمساك لوحده أو يبدله إمساك وإسهال إيه من دول عندك يا أمي؟ أنا انتفاخات وإمساك على طول يا دكتور انتفاخات وحرجان حرجان حرجان على طول أي حاجة فيها سكر حرج على نادس على طول أي أكل مسابق أو الخلام دي حاضر ألت سلامة بس عايزك تجيب وراء أو ألم وتكتب الحاجات اللي بتتعبك وتبعد عنها يعني إحنا بنقولها للسادة المشاهدين أي حاجة بتتعبني وأنا ملاحظت بتتعبني خلاص مفيش داع ليها لو سمحت يا دكتور لو سمحت يا دكتور أنا معي ابني ابني صغير عند ثلاث سنين نعم منا يا خلق أمي؟ يودي لو ما أخبر دكتور بالسبعة تيام ما يرضي أن يعملش حمام يعني بقول ولا براز يا أمي؟ أبراز يودي بالسبعة تيام ما يعملش على طول يودينا عملنا لتحليل ديجان قال عنده ديجان عطناه ديجان وما يقولش خالص ما فيش أكل أكل بعيد خالص حاضر لو كان مرة ما يقولش يجب المهار كله على جديد حاضر حاولك حاضر شكرا أن يجب تتعبني طبعاً إحنا نقدر نضم دينا على الحاجة المعلاقة من سهاج مع أن دي كفر الشيخ ودي سهاج بعاجة من بعض لكن إحنا السؤال يا كاد يكون واحد فهنضم السؤالين مع بعض بس أنا عايز أقول معلومة صغيرة بخصوص الطفل اللي هو بيدخل كل سباح تيام الحمام حكينا قبل كده وقلنا أنه عملية الإمساك دي نطلق عليها عدد المرات مش شكل الحاجة بمعنى لو واحد كل أسبوع ولا خمس تيام يدخل الحمام ومتعود طول عمره خلاص يدخل طول عمره خلاص هي دي حاجته ولو عمل كل أربح تيام نقول لا ده عنده إسهال يبقى تاني هي عدد مرات مش شكل قوام بتاع الفضلات خالص عشان كده كلمة السر في كلام الحاجة اللي طيبة المحترمة دي أنه ما بيكلش يمكن الحضر لكم أخدش بالكم النقطة دي هو ما بيكلش فما بيدخلش الحمام ما هو الحمام إيه ما هي الفضلات الفضلات هي البقايا بعد الهضم يعني فيه كمية كبيرة كالها جزء اتهادم وجزء بقي طب لما تبقى الكمية كلها وليه له خالص 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 ديجي من فضلات مش ديجي فضلات يبقى لازم نمر واحد نزود كمية الأكل للطفل ده وطبعا مش غصبن عنه همدور هنعمل له الغدة الأول نشوف فيه إيه هنبص على الفيتامينات اللي بياخدها لأنه لازم ياخد خضروات وفاكها كتير بزيات الخضروات لازم يأكل عيش برده مش عيش فينه لازم يشرب ميا كتير وسط النهار كل دي حاجات لازم يبقى له معاد ثابت في الفطار والغداء والعشاء لازم ما يروحش على الأكل وهو تعبان يريح يمدد على السرير شوية إن شاء الله عشر دقايق وبعدين يدخل على الأكل كلام كتير هقوله للحجة بس تتكلمني على زيلو 114 114 362 أو الرقم اللي حيبان هنا على الشاشة رقم التواصل يعني سواء رقم التواصل أو الرقم اللي بقول معي يا لستاذة ولاء السلام عليكم أيها السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام يا أمي أنا يا دكتور كلمتك الأسبوع اللي فاته قلتلي قلتلك أنا عندي تقطيش في بطني يعني في الجزء بتعبطني بيجيلي تعنية جديدة وأنا في الحمام يعني أخش الحمام وفي تعنية وبطني يعني بص مش عايزة أقول لك في تقطيح كده بطني طيب عملنا تحليل براز كنت طلبت أنا تحليل براز آه يا دكتور أنا ما طالحش عندي مكروب حلزوني بس عندي أميبة تمام الأميبة دي سيست تحويصلات ولا أميبة تروفو زويت بص يا دكتور اللي أنا أعرفه اللي أنا يعني أريته باللغة التحتي إن هي عاملة يعني تحصنية محوصلة ما هي دا اللي أنا بقوله سيست يعني حوصلة يا أمي والحوصلة دي الحوصلة دي معناها محوطة نفسها بكيس محوطة نفسها بكيس محوطة نفسها بكيس أنا كنت من فترة كده كان جاي للدور ده برضو فارفت لدكتور فدان للحبوب اللي هي حبيتين بعد الغدا فأخذت الحبيتين دول تعبوني لدرجة إن أنا عملت البواصر بعدها من كتر الحبوب دي ما تعبتني رجحتها وما كنتش مستحملة فتعبت منها جامد فأنا عايزة يعني في حبوب تانية تبنى على الأميبة دي ولا تبنى الأميبة دي ومصاحبان العمر كله أولا هتقريلي طبعا الأسماء عشان أعرف النوع اللي خدت عشان كده بقولي خد الرقم سواء اللي على الشاشة أو رقمي أنا اللي بقوله في الحلقات على طول 014-114-136-8 014-114-136-8 014-114-136-8 طبعا دكتور لو سمحت هي لها علاج على طول أو طبعا هقولك طبعا هقولك هقولك طبعا ولد تحليلي كمان في محمل تاني دايما في البراز يا جماعة عزكم الله لازم نعمل في أكتر من تعليل ساعات الولد اللي في المعمل يعني مش عايز أقول ما عندهش ضمير لكن الريحة بيبقى منها يكتب أي كلام وخلاص فنعمل في مكانين أو تلاتة بالذات أن تحليل البراز رخيص فبالتالي إن شاء الله نقبل حد دكتور لو سمحت أنا بسيت في يعني بس في الحمام بتاعي لقيته زي المخاط كده دا قولون عصب المخاط من غير دم ما يقلقناش لكن لو معا دم مش مؤلم يقلقنا فنعمل منزار فضاي كنت عاملة من سنة منزار على برضو نفس الوضع إن أنا كنت تبطني كدسها تقطيع برضو كده ما طالحش عندي غير التهابات في الكولون ما فيش أي حاجة متانية ولا تقرش ولا أي حاجة فهي بيبقى تعمل فيها كده؟ انت شطرة مدام قلت لقد روحي كده شطرة ومزاكرة آه هي يعني الأميبة تعمل في بطن كده يا دكتور؟ لا القولون العصب يعمل كده الأميبة تبقى سبب فيه بس مش هي الأساس انت عندي قولون عصب مديني أميزون يا دكتور مديني أميزون اللي هو مضب للدكتيريا والطفيلات هو عيبوا إنه طعمه متالك تحس إنه معدن في بوقك طعمه مش حلو مديني الحاجة دية وكان مديني أنتو دين المعدة طمام عشرين ولا أربعين؟ عشرين ولا أربعين؟ أربعين يا دكتور أم فأنا مش عارفة يا دكتور وكان مديني حاجة كمال للكولون بس مش عارفة تقريبا ومديني حاجة للمغس برضو اسمها في جرسل مش عارفة لا فيسر الجين كان اسمها فيسر الجين لا لا أنا هديكي حاجة أحسن هديكي حاجة أحسن حاضر يعني بس ياريت تكلميني على التليفون زي ما قلتلك على الواطس إبعاتيني بس الرشدة أفكري زي الأرقام على الشاشة معرفشي الأرقام زي 11-4 11-4-3-6-8 أول رقم اللي موجود على الشاشة يعني سواء ده أول رقم اللي أنا بقوله الرقم اللي أنا بقوله ده عليه واطس عليه واطس يعني أي حد بيبعث لتحليل برد عليها طبعا ساعات بيبقى الدنيا زحمة أوي وأسر فكل يعني ربنا يتجاوز عن تقصيرنا يعني إنما يعني ربنا يعلم إنه بقى أخص من عني إنما في الغالب في الغالب برد على الناس كلها يبعث التحليل أبعث له العلاج وساعات الناس بتكلمني في التليفون بقولهم ادخلوا الصيدلية القريبة واكتب الصيدلية أمالية يديهم إيه فيعني إن شاء الله بإذن الله إحنا معاكم سواء على الشاشة أو بقلبنا بعد كده في طول النهار يعني ربنا يقدرنا ونقدر نفي بما وعدنا إن شاء الله طيب بصرح القولون العصبي لأن دلوقتي إحنا تلاتة تقريبا نتكلموا في القولون العصبي تلاتة تكلموا في القولون العصبي بصرحة نقول نمر واحد العصبية تقل شوية لأن اسمه القولون العصبي نمر اتنين نوع الأكل مهم جدا وإذا القولون العصبي يعلاجه أربع ركائز أو أربع أعمدة عشان الخيمة دي تقف ونخفف القولون العصبي فيه أربع أعمدة للخيمة أربع أعمدة للعلاج العمود الأولاني الحالة النفسية حاول تهدى قد ما تقدر وتصلى على النبي كده وتدلع نفسك وتفسح نفسك وتطلع وتخرج وما تخليشه الضغوط كتير عليك لو هتعمل تلاتة مشاوير يعمل اتنين النهار ده وأجل اللي يتأجل بكرة وهكاس دي نقطة اتنين الغذة ابدع المسبك والدغون والحراء حد ذاك يكلمني من شوية وقال لي لما كل حاجات معينة بتعب وقال له خلاص اكتب في ورق اللي بيتعبك وابعد عنه ابعد عن ده يرتاح ده من ده ولا بيقوله ايه في المسألة المعروف يبقى اتنين رواحد الحالة النفسية اتنين الغذة تلاتة الرياضة اعملي تمرينات رياضية للبطن احسن تمرينات هي تمرين الضغط اللي احنا بنعملها في البيت او انام على ظهري وضم ركبتي إلي وافردهم تاني ده تمرين سهلة جدا لتقوية عضلات القولون لان العضلات لو قوية الدنيا تتصبت طيب معانا معبدو كان في ورقة فيها اه 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 مش عارف نسيتوها ولا معايا طيب معايا معبدو السلام عليكم معايا الحمد لله معبدو تكلمين مين بكلمة مصر بعد اذنك يا دكتور هو انا ابني بيعمل حمام فيه مخدم كده عمر احداشر شهر عنده كم سنه احداشر شهر اه الف سلامة الله سلام ده من اول الولادة يا اختي ولا ايه لا مش من اول الولادة الكلام ده من حوالي شهرين مم ظهر عليك شهر واحد طيب حللنا براج معايا هو عايز يسأل بنفسه هو ده صوته مش كده ايه اه هو واضح انه هو عايز يسأل بنفسه يا امه مش مصدق كلامك يعني هو عايز يعدل عليك في الكلام يعني ألف سلامة ربنا يخلولك يتربى في عزك يا رب كميل اتفضل معايا يا دكتور اه عايز رقم اقولنا بدي وزر عفرة بتقوله على الشاشة يعني لا انا بقول زيره مئة واربعتاشر مئة واربعتاشر تلت ستات اتنين زميلنا يكتبوه على الشاشة بعد اذنهم ويكتبوا الرقم التاني برضو اللي عليك اواصل زيره حداشر اربعة حداشر اربعة تلت ستات اتنين ورقم موجود اهو على الشاشة هو بس يمكن اللي بدأكو انه زيره زيره اتنين زيره بس هو موبايل برضو يعني هو موبايل برضو بتوصني الاسئلة زيره مئة واربعتاشر بيوصني على طول التاني بيوصلني برضو بعد كده. يعني هو زيره مية دكتور اربعتاشر. لا زيره احداشر اربعة احداشر اربعة فاسمها مية اربعتاشر. زيره احداشر اربعة. هداشر اربعة. تلات ستات اتنين. مش حاضر. حاضر. ابعتيلي اي ادوية على الواتس وانا هرد على حضرك على الواتس. طيب نرجع تاني طبعا ام عبدو مش هنقدر نقول كلام كتير بحكم ان ده تخصص اطفال. لكن هنكلم حد بتاع اطفال. لكن عموما ساعات يبقى الولد عنده امساك. مع الامساك بينزل دم. ساعات. يبقى ده. ساعات تبقى دي دان رغم السن الصغير. اه رغم السن الصغير. ساعات تبقى الشعيرات الدموية بتاعته ضعيفة. فنضطر نعوض ده في الاكل او في الدواء. علشان كده تحليل براز عينة براز. ودناها المعمل حتبين لنا كتير من الحقيقة. كتير من الحقيقة. هل يا ترى هو بيتأوه مع البراز? هل بيجز على سنانه كده وبطنه يعني تقفش كده مع البراز مرات البراز بيحزق يعني كتير? اه ولا لأ دي حاجات كتيرة طبعا ممكن تكون ما بتدهوش سوائل. فبرضه يريد تدينه سوائل. ممكن ندي مية حتى. في السن ده. يعني ندي اللبن طبعا وندي شوية يانسون نعناع. على فكرة المشروبات هي مية. ناس كتير هتقول لك انا بكره المية. طب خلاص اشرب مشروبات. عشان ما يجلكش حصوف الكلة. وعلشان ما يجلكش امساك. ولزلك لما حاج يقول لي امساك اقول له والكلة اخبارها ايه? ولو قلت شرب المية تعمل امساك. وتعمل حصوات في الكلة والمسالك البولية. نرجع تاني نكمل موضوع القولون العصبي عشان قطعناه. وبذكر زميلي بالورقة اللي فيها الاسماء اللي حيتواصلوا معنا. لانه في ناس فعلا حلفوني لازم نتصل بيهم. فانا بفكرهم بس بالورقة اللي فيها الاسماء. طيب معانا التلاتة او الاربعة اللي قالوا على القولون العصبي. قلنا نمر واحد العلاج النفسي او ان احنا نهدى شوية. اتنين الغذائي. نبعد على المسبك ودون والحراء. تلاتة تلاتة هنحاول بقدر الامكان الدنيا تبقى متزبطة معانا عن طريق التمرير الرياضية. واخيرا الدواء. شفتوا قد ايه العلاج عليه الربع والتلات تربع على الغذاء وعلى الحاجات التانية اللي هو الرياضة والحالة النفسية. فدي حاجة طبعا يعني بتبقى الامور فيها كويسة يعني. طيب. نرجح تاني الاتصال اه سوهاج. اتصال سوهاج والاستاذ عبد الرحمن اللي اتصل اول الحلقة. طبعا انا قلت له غلطة عمرك انك مقستش الصبح. لانه المنطق بيقول مدام ادينا خمسة واربعين الصبح لازم ندي عشرة حتى بالليل. عشرة بالليل يزبطون اللي عريق. واللي بالليل حيبانوا الصبح في مريض السكر. عشان كده سألته عريق حللت لها قال لي لا. حللت لها قال لي لا. فاحنا بناخد الخمسة واربعين. معي مدام فاطمة السلام عليكم. ها. البحر الاحمر. استاذ فاطمة السلام عليكم. عليكم السلامة. السلام الله وبركاته. اه دكتور. تفضلوا يا اختي. اهلا وسلام بحضرتك. الله يخليك الدكتور. لو سمحت انا كنت عام لضيت وجاني امساك اه لمدة اليها تانى دلوقتي. اه. الف سلامة. طب خسينها عالضيت? اه والله انا اخسيت اه. انا كنت اه خمسة انا كنت اه خمسة وتمانين اه نزلت عشر كيلو. شنون اخد يبالك واخد واخد دبلومة من الاتحاد الاوروبي في في السمنة اسمها الاسبين. الاسبين دي اه شهادة انا واخدها من الاتحاد الأوروبي في السمنة فبالتالي وانا بكلمك في السمنة ده حاجة مش بنيدة خالص عن تخصصنا يعني كان كم كيلو بقنا كام حضرتك كنا كم كيلو بقنا كام نعم كنت 85 نزلت 10 كيلو دكتور في قد ايه فترة كم شهر كده تقريبا بتحترد شهور او اكتر ممكن ياريت اكتر لان في معلومة مهمة ممكن اكتر دكتور في معلومة مهمة بتقول انه كل ما طالت الفترة اللي خصتنا فيها افضل اغلب اللي بيخصوا بسرعة اوي بتجلهم حسابات المرارة والتهابات في المرارة وبنشلهم المرارة فدي معلومة بحذر منها ما تفرحش بالدكتور اللي يقولك هخصتك 20 كيلو في اسبوع ده دكتور مش فاهم حاجة ده دكتور ولا مؤفضة مش مذاكر المشكلة دكتور انا اعمل لي امساك الحاجات برضو التانية هيعمل لنا امساك عشان كده لا يازم تشرب مية ولحد الوقت يا دكتور لحد الوقت وانا عندي امساك وما بستعمل ملاينات تمام مش عايزك تزاودي في الملاينات برضو لان بعد شوية الملاينات نفسها مش هتجيب فايدة وانت انت لاحصتي ربما تكوني لاحصتي المشكلة دكتور ان انا مع الامساك دم ما احنا دخلنا بقى في بواسير او يعني مش عايزة اقول بواسير شقوق ما احنا حكينا هول ولد الصغير لما امامته قالت جاب دم وقلت لها لا يكون لا يكون لا يكون لازم الواحد يبقى واعي يا جماعة لما اخذى البراز لما يبقى ناشف وما فيش مية بينزل يجرح بدليل ان حضرك بتحزق في الحمام عشان البراز ينزل طب ما احنا لما بنحزق بنشق يعني يعني الاوعيات دموية بتجيب دم فالحل ايه اليوبركنت ايه اليوبركنت يعني لزوجة يعني اعمل تسهيل للموضوع بالمية بالمية بس مش فوسط الاكل يأزن العصر اشرب لتر مية يأزن المغرب اشرب لتر مية يأزن العصر اشرب لتر مية خلي ازيزة المية صديقتك وحبيبتك ورفقتك ازيزة المية معك طول ما انت ماشي وبفرح لما لاقي ناس ماشية بالمية طول النهار المية رائعة جدا وادعلنا من الماء كل شيء حي استاذنا الدكتور حسان موافي صديقي واخي العزيز وحبيبي يقولك انا انا اول الكتب اللي قرأتها كتاب عن الماء كتاب عن المية وفايدتها للجسم لو قعدنا نقول فايدة المية للجسم والله من شعر الرسل ضفر الرجل وعملكم مرة حلقة عن فوائد المية للجسم وفي مثل امريكي رائع يقولك قصر في حق نفسه من اذا عاطش شرب من اذا عاطش شرب يعني ايه يعني حالك لما تحتش او وتروح تشرب انت اثرت في حق نفسك ظلمت كبدك وظلمت كليتك وظلمت امعائك وظلمت جسمك ما تستناش اصلا لما تحتش ما تستناش اصلا لما تحتش انت لما تحتش تكون الدنيا بازل زي ما قلتلكم معلومة مهمة قبل كده وظائف الكيلة تغيرت طرقها دلوقتي والدكتور اللي ما بيقراش كل يوم ده دكتور فاتوا القطر دكتور بيكتب العلاج بالانجليزي بس لكن ما عندوش معلومات وانا بقولك اهو انو وظائف الكيلة اللي كنا يوريا وكرياتينين نحتمد عليها العلم دلوقتي والطب قال لك كان زمان بقت فيه حاجات تانية جنبها تأكدها او تنفيها لانو الكرياتينين واليوريا بيطلعوا بايزين بعد ما تلت تربع الكيلة يكون باز خد بالك من المعلومة المهمة دي تاني زي ما قلنا اللي يعتش فيسرب ده انسان مقصر في حق صحته مقصر في حق صحته فكمان الكرياتينين اللي بنعمله كوظيفة من وظائف الكيلة ده بقى يعني لا يعتمد عليه لانو بيقولك بعد الكيلة ما تتلف بنسبة 75% حتى الكرياتينين يعلى طب انا رايح هعمل التحليل عشان اتأكد الكرياتينين عالي ولا لو لقيته كويس لو لقيته كويس بقول اه الحمد لله تمام طب ايه رأيك بقى انو ممكن الكيلة تكون 70% منها ضرب وهو طالح كويس لانو ما بيعلاش غير بعد 75% من المصيبة ما تكون وقعت علشان كده بقول لازم الطبيب يقرأ كل يوم ويجدد ويغير معلوماته كل يوم علشان قطار الطب لا يقف فيه محطة خالص طيب نرجع تاني نقول ايه الاختنا 85% طبعا كان لازم نسألها طولها كام لانو الطول له وزن معين يبقى فيه متناسق يعني لو واحد مثلا هي كانت 85% نزلت 10 بقت 75% دي لو في 150 هتبقى تخينة لو في 170 تبقى يعني نموذج نموذج فبالتالي فبالتالي الطول مهم ياريت تكلمني برضو على التليفون ونجي عن نظام غذائي ام محمد احنا عايزين بس الدكتور كورولوس بتاع الاسنان ده مهم نتواصل معاه علشان عايزين نحل مشكلة الناس تروح لعطبها الاسنان في كورونا ولا ما تروحش هو واحد بس اسمه الدكتور كورولوس ياريتني ان اتواصل معا معايا ام محمد السلام عليكم محمد ذاك يا دكتور محمد لله لو سمحت يا دكتور انا جزي عمد 54 سنة والسكر بتاعه عالي وديتي لنتز وسكر مائي وديتي لنتز والسكر السكر ايه يا اختي سكر مائي اه اللي هو المعقر ده اللنتز ده بالليل بس ايه بديله 35 بيطلع كم السكر الصبح كان الاول اول ما تجدله يعني هو السكر لا 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 خلينا دلوقتي في دلوقتي 35 اداتني كام يا اختي اه اداتني مية وخمسة مية وخمسة وثلاثين طب ما حلوة كده جدا ايه بتقولي نزل هبط ليه لحظة بس هبط ليه ليه هبط ما هبطش يا ماما لا يا دكتور انا جزي من السكر مؤثر على عينيه مش اثر على عينيه من السنين اللي فاتت يا بابا مش دلوقتي طيب هو بغلط ان انا اديه اللنتز مع السكر المعكر لا ما انا حفاهمك دلوقتي المعكر بياخده كم مرة بديله مرة الصبح اربعين وبيديله بالليل عشرين هو بيأكل مرتين بس ولا تلاتة لا بيأكل مرتين بس بالليل طبعا خضار وحاجات منت بيأكل بالليل طيب نوع المعكر اسمه ايه اللي هو بنجيبه متى امين يا دكتور طيب بص احنا هقولك حاجة لطيفة جدا احنا هنجيب دوا اسمه ابيدرا اكتبي كده بعد اذنك دلوقتي ابيدرا اه وحناخده اذا بيأكل تلات مرات ياخده تلات مرات كل مرتين ياخده مرتين وحنثبت اللنتز بالليل زي ما هو مات واللنتز ده المية وخمسة ده رقم كويس يا ماما ما احنا بنقول من سبعين لمية واربعين فكده كويس واذا بيهبط بيهبط من حاجة تاني مش من لنتز اللنتز ده بيتاخد قبل النوم واذا طلع عالي السكر بنصهره ساعة كمان وندينه لنتز يعني نزود في صهره ساعة صهر المريض ساعة اذا ما زبطش نزود تلات وحدات كل تلات ايام ونقيس ونشوف الدنيا عامل ايه انما اللنتز او اي واحد زيه دولة بيزبطون الصايم جرعة الصايم عالريق الصبح وينتهي دوره مالوش دحوة باي حاجة تاني وكلمة يزبط الصايم يعني يطلع بين سبعين ومية واربعين واعرف ان الرقم اللي بيطلع على المية وخمسة ده محصلة اربع حاجات اللنتز ووجبة العشة والزعل لو حد بيجي زعله او نكد عليه فانت ما تنكديش على بابا ولا تقول له عايزة فلوس ولا عايزة حاجة خالص هيبقى زيل فلو سكره خلاص؟ ما قلنا خلاص هنغيره بقى قلنا هنشتري الابدرة ده تمام؟ ونسيب بتاع اللي انت بتاخديه ده وندي بغرض نزبطه بس بعد ما ازبطهولك ويطلع الارقام صح او عيدك هكلمك او تكلميني ونقولك هتبتع التأمين وهناخده يعني هنشوف ايه اللي زبطه من بره وبعد كده نقدر نوفق بين المعكر وبين اللي جيبناه من بره تاني الالنتوس هنضبط للعريق طب بعد الفطار بساحتين مين اللي هنضبطه وبعد الغداء بساحتين مين اللي هنضبطه وبعد العشاء بساحتين مين اللي هنضبطه حناختار الابدرة ابدرة ده هناخده تلت مرات هنبدأ مثلا بعشرة ، ولا اتناشر وانقيس بعدها بساحتين فروض السكر يبقى بين سبعين ومئة وستين مقبول لمئة وتمانين إذا الداني من سبعين لمئة وستين مقبول لمئة وتمانين يبقى الدنيا تمام ما كانش هزود تلات وحدات تلات وحدات ده استمر عليها تلات أيام في التلات أيام دي أستبع التأثير الزعل وتأثير الرياضة وتأثير الأكل الوحش أو الكويس كل ده طيب معاك دكتور كورولس لمعي أخصائي طب وجرحة الفم والأسنان دكتور كورولس إزايك دكتور حسين إزاي حضرتك هلو أخبر حضرتك إيه ردك يا دكتور ما حضرتك سمعني دكتور كورولس إزاي حضرتك إزايك يا دكتور إزاي حضرتك دكتور كورولس رفقي أخصائي طب الفم وجرحة الفم والأسنان من الدكاترة المحترمين جدا أنا عايزة أسألك الحقيقة يعني جزئية تسألتها كتير الناس تروح لأطباء الأسنان في ظل كورونا ولا لأ هل أنتوا كأطباء أسنان بتاخدوا الاحتياطات الوجبة عشان تحموا نفسكم والعيان من الكورونا لأنه طبيب الأسنان بيبقى قريب جدا من فم المريض وهو بيتعمل معاه فانطمن الناس ولا ما انطمنهمش فضل بص يا دكتور إحنا طبعا أثناء فترة كورونا يعني معرفناش نوقف خالص شكر زي ما حضرتك عارف مريض مريض الأسنان دي اعتبر من ضمن يعني مرضى الطوارئ بيجي لنا مرضى كتير جدا فمعرفناش نوقف فطبقا للواضع اللي احنا فيه بقنا ناخد البروتوكولات بتاعتنا الطبيعية كمان ونضيف عليها كمان شوية حاجات إضافية بحيث نطمن كل الناس أي حد داخل كمان فإحنا دلوقتي يعني هقسم حضرتك الجزئية دي كده لتلات أجزاء إحنا طبعا عندنا جزء خاص بتعاقيم الأدوات ده الجزء الطبيعي بتاعنا اللي احنا كلنا متابعين وخالص يعني الطبيعي خالص في شجرنا وعندنا جزء خاص بينا نعقم تعاقيم للعيادة تعاقيم ده بقى بيتم يوميا العيادة كده بتتمسك كده لكنها بالكحول وبالديتول عندنا حاجة كمان اسمها يونيسبتا ده حاجة كده معقم ومبطهر معنا عندنا كمان حاجة بقت يعني خاصة بقت بالمرضى يعني المريض دلوقتي لازم يخش عندنا بأوفرشوز حاجة لازم يكون لابسة في كأنه داخل قط العمليات يعني آه هو داخل من بره من بره من الشارع فلازم قبل ما يخش ريادة لازم نلبسه الأوفرشوز ونرش بنرش له كحول في ايديه وطبعا بنفدد جدها موضوع المصر ما يفعش فيه حد يخش عندنا مجر مصقات الزبط ده طبيعي آه طبعا عشان احنا حرسين جدا طبعا على ان يعني فوزت القاعدة فوزت الزحمة فوزت الحاجات دي احنا طبعا كلنا بناخد احدياطاتنا ويعني على قد ما نقدر عشان خاطر بس ما يعني نتجنب موضوع العزوز حضرتك يعني وضحت النقطة دي انا بس عايز اقول انه ياريت يبقى التنسيق مع السكرتاريا لاي طبيب اسمان انه الموعيد بوقت بدل ما يبقى في زحمة في العيادة انت معادك ثلاثة ونصف انت معادك اربعة انت معادك اربعة ونصف اعتقد دي كمان هتفيت شوية احنا طبعا بقينا نراعي الموضوع دوت يعني يمكن قبل كده كان الحضور بالأسبقية ويدخول بالأسبقية لا احنا بقينا نراعي الموضوع دوت يعني بقينا دلوقتي كل مريض بقى ليه معاد يخش فيه ويمشي يكون المريض اللي بعديه بدأ ييجي بحس ان احنا نمنع لقد ما نقدر الموضوع لتكدس ده عشان خاطر لما الناس بتقوموا متكدسة طبعا حركة في العيادة ومكان مقفول فطبعا ده بيبقى ايه عرض اكتر للموضوع دكور كرولوس رفقي اخصائي طب وجرحة الفام الأسنان انا بشكرك جدا على المعلومات القيمة دي ومتشكر جدا على المداخلة بشكر حضرتك جدا الدكتور وتشرفت جدا بمداخلتي مع حضرتك شكرا جدا طيب يبقى انطمن الناس انه في احتياطات بتؤخذ في عيادة الأسنان وكان الغرض الحقيقي من هذه المداخلة مع الدكور كرولوس رفقي انه انت كمشاهد بتشوف العيادة اللي انت رايح لها فيها دا ولا لأ يعني فعلا لبسوك اوفر شوز اه اه هو اوفر شوز عشان برضو الناس البسطاء اللي بيسمعوني دلوقتي حاجة بتبقى بلاست يعني بلاستك كده بتتلبس فوق الحزاء تمام وجوانتي طبعا هو وداخل وبرضو الكمامة هل بيعقامه كويس هل عشان برضو اتراعي الزحمة اتراعي ده لانه اذا كان في جزء من الاحتياطات على عاتق طبيب الاسنان ففي جزء على حضرتك انت بتبص بعنيك وانت رايح عيادة الاسنان بحيث ما ينفعش انا عارف ان الام الاسنان مؤلمة وساعات ما نقدرش نتأخذ ما نقدرش ما نروحش لكن لتكن تلك هي الاحتياطات الواجب اتباعها اه طيب احنا الحقيقة يعني الوقت خد ازف وانتهى وقت الحلقة وبقي بس ان انا افكركم انك تستطيعوا التواصل على الرقم اللي على الشاشة او تطلبوني على زيرو 11-4-11-4-3-6-2 ده رقم واتس عليه واتس اي اسئلة بتجينا اسئلة من لبنان اسئلة من المغرب اسئلة من تونس اسئلة من السعودية اسئلة كتيرة جدا الحقيقة من ليبيا اه يعني اسئلة كتيرة وحتشوفوا النمازج منها في الحلقات القادمة احنا بنجاوب على الناس نفسنا نساعد كل الناس والله ونفسنا نكون سبب في ازالة اي دمعة او قاها في صدر او على عين او على خد اي حد يا رب اجعلنا دايما بسمة اه على كل خد وعلى كل شفاه يا رب ان شاء الله اجعلنا سبب في تبديد اي وجع او قلم لكل حد اجعلنا نقف جنب الناس لو مش قادرين يدفعوا تامن الكشف نمليهم حتى الرشدة فيقدروا يدخلوا الصيدلية يجيبوا ما تيسر من علاجهم لانه اصعب حاجة في الدنيا اصعب احساس اتمنى محدش يحسوا انه حد يكون يتأوه وتعبان وما معهوش فلوس يكشف عند الدكتور في ساعات كتير والله 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 حد يتصل بيا يقول لي كشفك كام اقول له قد ما تقدر فيستغرب جدا ويقول لي في ده كترة بتقول قد ما تقدر اقول له والله قد ما تقدر ولو دفعوك بره عندي ادخل جوه العيادة وقول لنا انا عايز الكشف حد يقولك والله جوه وانت بكامل كرمتك وبكامل احترامك وبكامل وقارك لانه زي ما اقولك كده المركب اللي فيها لله ما بتغرقش ابدا واليوم اللي بنعمل فيه خير كده ربنا بيعوضنا به من ناحية تانية خالص لانه ربنا اسمه الرحمن الكريم الجواد يعني القادر المقتدر العظيم يعني للصبح ففي النهاية بس عايزكم كلكم نبقى ادين في ادين بعض ونغلب الانسانية قد ما نقدر واي حد انا اخطأت في حقه فليغفر لي ايا كان وساعات كتير ناس بتتصل فمعرفش ارد عليها وارد جدا من سيل الاتصالات اللي بتيجي فيسامحني من بحاول ابزل قصرة جهدي في النقف جنب اي حد لانه كلكم خطأون وخير الخطأين التوابون في النهاية امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وحدك ما ستعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو قل لك بنعمتك علي وابو قل بالذنبي فاغفر لي فانه لو يختر الزنوبة الا انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم وقال صلى الله عليه وسلم انه افضل حاجة تقدر تعملها لحد هي انك تقف جنبه بفكركم ان احنا في لقصر يوم الجمعة اللي جاية ان شاء الله في شرع التلفزيون في لقصر اما يوم السبت فاحنا في كومومبو مع اهل كومومبو ان شاء الله باذن الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة كلهم يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بكسامة